الخير فيما تحب أم فيما تكره؟ روى ابن أبي الدنيا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما أبالي على أي حالة أصبحت على ما أحب أو على ما أكره وذلك أني لا أدري الخير فيما أحب أو فيما أكره وعن إبراهيم قال إن لم يكن لنا خير فيما نكره لم يكن لنا خير فيما نحب ومر محمد بن علي على محمد بن المنكدر فقال ما لأراك مغموما فقال أبو حازم ذلك لدين فدحه قال محمد بن علي افتح له في الدعاء قال نعم قال لقد بورك لعبد في حاجة أكثر فيها دعاء ربه كانت ما كانت وروا ابن أبي الدنيا قال ابن عيينة ما يكره العبد خير له مما يحب لأن ما يكره يهيجه على الدعاء وما يحب يلهيه عنه وكان يقال العاقل لا يذل بأول نكبة ولا يفرح بأول نعمة فربما أقلع المحبوب عما يضر وأجل المكروه عما يصر شكى عبد الله بن طاهر إلى سليمان بن يحيى بن معاذ كاتبه بلاء خافه وتوقعه فقال له أيها الأمير لا يغلبن على قلبك إذ اغتممت ما تكره دون ما تحب فلعل العاقبة تكون بما تحب وتوقى ما تكره فتكون كمن يستسلف الغمى والخوف قال أما إنك قد فرجت عني ما أنا فيه يحكى عن أنو شروان أنه قال جميع المكاره في الدنيا تنقسم على ضربين فضرب فيه حيلة فالاضطراب دواؤه وضرب لا حيلة فيه فالاستبار شفاؤه وكان بعض الحكماء يقول الحيلة فيما لا حيلة فيه الصبر وكان يقال من اتبع الصبر اتبعه النصر ومن الأمثال السائرة الصبر مفتاح الفرج من صبر قدر ثمرة الصبر الظفر وعند اجتداد البلاء يأتي الرخاء وكان يقال تضايقي تنفرجي وكان يقال اذا اشتد الخناق انقطع وكان يقال ثفي المضار من خلل المصار وارج النفع من موضع المنع واحرص على الحياة بطلب الموت فكم من بقاء سببه استدعاء الفناء ومن فناء سببه يثار البقاء وأكثر ما يأتي الأمن من قبل الفزع والعرب تقول إن في الشر خيارا وقال الأصنعي معناه أن بعض الشر أهون من بعض وقال أبو عبيد معناه إذا أصابتك مصيبة فاعلم أنه قد يكون أجل منها فالتهن عليك مصيبتك وقال بعض الحكماء عواقب الأمور تتشابه في الغيوب فرب محبوب في مكروه ومكروه في محبوب وكم مغبوط بنعمة هي داءه ومرحوم من داء هو شفاءه وكان يقال رب خير من شر ونفع من ضر يأتي الله بالفرج عند انقطاع الأمل وانتهاء الحين كما أن الله جل وعلا يأتي بالمحبوب من الوجه الذي قدر ورود المكروه منه ويفتح بفرج عند انقطاع الأمل واستبهام وجوه الحين ليحض سائر خلقه بما يريهم من تمام قدرته على صرف الرجاء له وإخلاص آمالهم في التوكل عليه وأن لا يزو وجوههم في وقت من الأوقات عن توقع الروح منه فلا يعدل بآمالهم على أي حال من الحالات عن انتظار فرج يصدر عنه وكذلك أيضا يصرهم في مساءهم بأنكفاهم بمحنة يسيرة ما هو أعظم منها وافتداهم بملمة سهلة مما كان أنكى فيهم لو لحقتهم قال إسحاق العابد ربما امتحن الله العبد بمحنة يخلصه بها من الهلكة فتكون تلك المحنة أجل نعمة قال وسمعت أن من احتمل المحنة ورضي بتدبير الله تعالى في النكبة وصبر على الشدة كشف له عن منفعتها حتى يقف على المستور عنه من مصلحتها قال أعرابي من أفضل آداب الرجال أنه إذا نزلت بأحدهم جائحة استعمل الصبر عليها وألهم نفسه الرجاء لزوالها حتى كأنه لصبره يعاين الخلاص منها والغناء توكلا على الله عز وجل وحسن ظن به فمتى لزم هذه الصفة لم يلبث أن يقضي الله حاجته ويزيل كربته وينجح طلبته ومعه دينه وعرضه ومرؤته ووصف الحسن بن سهل المحن فقال فيها تمحيص من الذنب وتنبيه من الغفلة وتعرض للثواب بالصبر وتذكير بالنعمة واستدعاء للمثوبة وفي نظر الله عز وجل وقضائه الخيار وكتب بعض الكتاب إلى صديق له في محن لحقته إن الله تعالى لا يمتحن العبد ليكثر التواض عليه والاستعانة به ويجدد الشكر على ما يوليه من كفايته ويأخذ بيده في شدته لأن دوام النعم والعافي يبطران الإنسان حتى يعجب بنفسه ويعدل عن ذكر ربه وقد قال الشاعر لا يترك الله عبدا ليس يذكره ممن يؤدبه أو من يؤنبه أو نعمة تقتضي شكرا يدوم له أو نقمة حين ينسى الشكر تنكبه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر